بحجة ارتفاع الطلب تلاعب بعض الأفران بوزن ربطة الخبز وحاولت أفران أخرى رفع سعر الرغيف تقرير لحسين خريس أراد بعض أصحاب الأفران استغلال لجوء السوريين إلى لبنان فحاولوا البحث عن إمكان طلب تحرير سعر ربطة الخبز ورفعه إلى 2000 ليرة بحجة زيادة الطلب على الرغيف وعلمت الام تي في من مصادر متابعة للملف أن عددا من الأفران خفض وزن الربطة مع الإبقاء على سعرها الحالي 1500 ليرة الأمر الذي استهجنه بعضهم الآخر من أصحاب الأفران فدعوا إلى اجتماع عجل انتهى بقرار بقاء ربطة الخبز على حالها ووزنها وسعرها ارتفاع الخبز هلأ سعره خط أحمر وأكيد منا ماشيين فيه أما أنه عم بيبيعوا الرغيف بسوريا ب7000 أو بتملاير في ربطة الخبز يعني نتيجة حرب نحن مرأت علينا قبل السوريين يعني نيجي نحن مستغل الظرف ونرفع سعر الخبز لا مش مسموع إذا ما رفعتوا سعر الخبز هل ممكن كمان ترجعوا تخفضوا وزن ربطة الخبز عن جديد؟ بالوقت الحاضر بالوقت الحاضر أبدا هذا العمل ممنوع محاولة المتاجرة بالرغيف باءت بالفشل فجرى العصف على استوانة جديدة قديمة وهي زيادة دعم الدولة للطحين من 18 ألف طن إلى 20 ألفا الأمر الذي بقي قيد التداول بين وزير الاقتصاد نقول نحاس والمعنيين أما ما نشر في الصحف حول كمية الدعم المفقودة والتي لا تطول القرى النائية والأفران الصغيرة ففاقد للدليل الحسي حتى الساعة كل الفرن قائم على جميع الأراضي اللبنانيكي عم يأخذ الحصة اللي هو يشتغلها واللي هو متقدم فيها إنه أنا حصتي عشر كياس عشر طون خمسة طون عطيت الوزارة حقه كامل غير منقوص على الرغم من عدم إمكاني المس بسعر الرغيف ووزن ربطة الخبز إلا أن الأمر مرهون بظروف كثيرة أبرزها احتكار الأفران الكبيرة التي التهمت حصة الأسد من الطحين المدعوم